الرئيس السيسي يستقبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس هذا نوم والأخير يشيد بالجهود المصرية في مجال الرعاية الصحية الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الجهود للنهوض بقطع الطيران المدنية اللي يتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة قطعة الدولة أمين حلف النيتو يرحب بتقديم أسلحة حديثة إلى أوكرانيا ويصف الدربات الروسية الكثيفة على أوكرانيا بأنها دليل ضعف السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جريليج نشرة إخبارية المفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر وفي ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة في إطار 100 مليون صحة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بحضور وزير الصحة وسكان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث حول أفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز مختلف جهود الدولة التي تم إطلاقها لدعم الصحة العامة في مصر لسيما المبادرات الرئاسية ذات الصلاة إلى جنب دعم منظمة التأمين الصحي الشامل وأكد الرئيس السيسي أن الدولة مستمرة في تعميم هذه المنظومة لتوفير التواطية الصحية الشاملة لكافة المصريين باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية وبما يساهم في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030 كما ثمن رئيس السيسي دور منظمة الصحة العالمية والجهود التي قام بها السيد أدهانوم خلال جائحة كورونا خاصة ما يتعلق بتوفير اللقاحات من جانبه أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالجهود الوطنية المصرية في مجال الرعاية الصحية خاصة المبادرات الرئاسية المختلفة تحت مزلط 100 مليون صحة والتي ساهمت بشكل لافت في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين لا سيما من خلال مكافحة الالتهاب الكبدي الفيروسيسي فضلا عن مختلف المبادرات المتنوعة الأخرى مؤكد الاهتمام منظمة الصحة العالمية بتعزيز التعاون مع مصر في هذا الإطار بما يمكن من الاستفادة من التجربة المصرية باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على الصعيد الدولية وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات بالدولة من خلال اعتماد نهج لتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما في ذلك الموقع الاستراتيجي لمصر جاء ذلك خلال اعتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني ورئيس شركة الصيانة بمصر للطيران وصرح المتحدث الرسمي باسم رأسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني كما اطلع الرئيس السيسي على الجهود الجارية لتطوير مطاري شرم الشيخ وسند كاترين استعدادا لاستقبال ديوف مصر المشاركين في القمة العالمية للمناخ في نوبمبر المقبل بشارم الشيخ وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية تنفيذها لتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية فضلا عن تطوير وتحديث أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران وتطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية أبرز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير البنك الدولي الذي توقع تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفراقية ووفقا للتقرير توقع البنك الدولي أن تحقق مصر معدل نمو 84% عام 2022-2023 وهو أفضل معدل بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفراقية كما أظهر التقرير أيضا تحقيق مصر معدل نمو 6.6% خلال عام 2021-2022 وهو أعلى مكان متوقعا في إبريل الماضي والذي بلغ 5.5% فقط فضلا عن توقع البنك نمو الدول المستوردة للنفط بالمنطقة بمقدار 4.5% خلال عام 2022-2022 و4.3% لعام 2023-2023 مضيفا أن النصر تقود هذه المجموعة بنمو مدفوع بصادرات الغاز وقطاعي السياحة والاتصالات أعربت السيدة انتصار السيسي عن كامل تقديرها واعتزازها بالفتيات ودورهن الأساسي في المجتمع وقالت السيدة انتصار السيسي في تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للفتاة إن الفتيات يساهمن في بناء الوطن حاضره ومستقبله مشدد مشددة على ضرورة دعمهن وتأهيلهن ليكن ذخرا للوطن وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 216 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 170 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 46 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 720 قضية من بينها 72 قضية خبز ناقص الوزن و80 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرزاء الشعير تم ضبط 18 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 114 طن أكد وزير الخارجية سمح شكر حرص مصر على تعزيز العلاقات مع مولدوفا وإيجاد آلية للتشور بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية مولدوفا أكد شكر أن المباحثات تركزت على علاقات تعاون بين البلدين وسبول تعزيزها في مختلف المجالات التوقيع على ثلاثة اتفاقيات الأولى في إقامة حوار سياسي على مستوى وزيري خارجية البلدين والآخر في إتاحة الدخول للبلدين دون تأشيرة لحاملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والثالثة في تعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية في البلدين وكل ذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقة ووجود آلية للتشور الدوري فيما بين البلدين وهذا من شأنه أن يعزز من العلاقة والوزير يصحب معه وفد اقتصادي وتم على هامش الزيارة عقد المجلس الأعمال المصري المولدوفي ويأتي ذلك أيضا من خلال الحرص على تعزيز العلاقة التجارية وإيجاد مجالات جديدة للتعاون تعزز من الفائدة المشتركة وردا على سؤال حول مؤتمر كوب 27 المقرر الشهر المقبل بشرم الشيخ أكد شكري وجود اهتمام واسع النطاق على مستوى الرؤساء ورؤساء الحكومات حول العالم للمشاركة في المؤتمر كما عرب شكري عن تطلع مصر لأن يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة وإيجابية تسهم في القضاء على التحدي المرتبط بتغير المناخ فيما يتعلق بالتحديدات لاستضافة مصر للمؤتمر كوب 27 فبالتأكيد أنه هناك اهتمام واسع على المستوى الدولي وكل الأطراف التي تتفاوض خلال هذا المؤتمر سجلت للحضور بالإضافة إلى عدد وفير من الرؤساء الدول والحكومات التي شاركوا في الشق رفيع المستوى التي أيضا تستضيف مصر اتصالا من عقاد المؤتمر لن أتحدث على أرقام بعينها ولكن أستطيع أن أقول أن هناك اهتمام وحضور واسع النطاق على المستوى الرؤساء ورؤساء الحكومات ونتطلع بأن يصفر المؤتمر عن نتائج ملموسة وإيجابية تسهم في مقاومة والقضاء على التحدي المرتبط بتغير المناخ من جانبه أكد نائب وزير خارجية مولدوفا رغبة بلاده في توسيع إطار العلاقات الثنائية مع مصر من خلال توقيع مذكرات التفاهم الثنائية والاتفاقات ممتنين لهذا الانفتاح ونعلن عن رغبتنا في توسيع إطار العلاقات الثنائية بين بلدين من خلال توقيع المذكرات والاتفاقات المذكرات التفاهم والتي تهدف إلى تسريع وتنشيط التبادل بين بلدين وتسهيل الدخول بين البلدين بدون تأشير وهذا أمر مهم بالنسبة لنا أن نعرف أننا نسعى لتحسين الخبرة لدى مولدوفا بصفة خاصة لمن يتحدثون اللغة العربية ونسعى لتدعيم أوصر التعاون مع الدول مثل مصر وغيرها من الدول التي تتحدث للغة العربية كما أكد وزير خارجية مولدوفا تطلع بلاده للمشاركة في مؤتمر كوب 27 الذي تصديفه شرم الشيخ في نوفمبر المقبل من جانبنا فإننا نتطلع إلى المشاركة مولدوفا في مؤتمر كوب 27 حيث أن التغير المناخي يؤثر على الجميع ونحن مهتمين بهذا الأمر والوسائل التي يجب أن تخاذها لتحديد أثر المناخي ونحن ممتمنين جدا لدعوتنا لهذا المؤتمر ونتطلع للمشاركة ونتائج الإيجابية على كوكبنا حين تعلق الأمر بمولدوفا فإن اتفاقيات الغاز ومشاكل الغاز نحن في موقف صعبة هذه اللحظة حين يأتي الأمر لإمدادات وتأمين إمدادات الغاز وإمدادات الكهرباء كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية مولدوفا بمقر وزارة الخارجية تنولت المباحثات سبول تعزيز علاقة التعاون بين البلدين إضافة إلى التطورات الراهنة على الصعيد الدولي والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وقد شهد الوزيران التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم لتأسيس آلية التشاور السياسي والتعاون بين معهدي الدراسات الدبلوماسية في البلدين واتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات لحاملي جوازات الصفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة أكدت وزيرة الداخل الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك همية العمل على توزيع العدل لتكاليف المناخ خلال مؤتمر الأطراف للتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 في شرم الشيخ نوبمبر المقبل وخلال كلمتها في افتتاح مؤتمر الأمن والمناخ بالعاصمة الألمانية برلين أشارت بيربوك لأن هناك تحديات كبيرة توجه العالم بسبب التغيرات المناخية وندرة الماء والكوارث الطبعية اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانسي سولتنبرغ أن الضربات الروسية الكثيفة على أوكرانيا الأثنين الماضي هي دليل ضعف موسكو على التي تواجه انتكاسات ميدانية على حد وصفه وقال سولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي أن روسيا تلجأ بشكل متزايد إلى هجمات مروعة وعشوائية على المنشآت الحيوية بسبب خسائرها في صحة المعركة إن دعمنا لأوكرانيا سوف يكون له دورا أساسي سوف نظل متحدين من أجل يد دفاعاً أوكرانيا وعن سلامتها وزير الدفاع الأوكراني سوف ينضم إلينا غداً وفي ضمن مجموعة الاتصال الخاص بالحرب في أوكرانيا وغميعاً سوف نتناول الاحتياجات الرئيسية لأوكرانيا وأيضاً أرحب الإعلانات التي أعلن عنها بعض الدول الأوروبية لتقديم بعض الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا وأتطلع إلى تقديم هذه الأسلحة رسالتنا واضحة حلفاً نيتو يقف جنباً إلى جنباً مع أوكرانيا مهما طال الوقت قالت مجموعة الدول الأصناعية السابع جي سافن الكبرى إنها منتزمة بتقديم المساعدة الأوكرانية مدام تحتاجها في بيان لها أوضحت مجموعة السابع مواصلة تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والديبلوماسي والقانوني لأوكرانيا وسنقف بقوة معها مهما استغرق ذلك من الوقت كما أكدت أيضاً جي سافن لرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي تمسكهم بالتزامنا بتقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا للحفاظ على سيادتها ووحدة أرادها أكد رئيس هيئة الأركان الأوكراني أندري يارماك أن 32 أسيراً أوكرانياً عادوا إلى بلادهم في تبادل لأسرى العملية العسكرية مع روسيا وأشار رئيس هيئة الأركان الأوكراني إلى أنه من بين المفرق عنهم ضباط ورقباء وجنود من القوات المسلحة الأوكرانية مؤكداً أن جميعهم كانوا في أماكن يدور فيها قتل عنيف أبلغ رئيس روسي فلاديمير بوتين رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذارية رفايل جروسي أن الوضع حول محط الزبوريجيا للطاقة النوبية في أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا يسير للقلق جاء ذلك خلال اجتماع لبوتين مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذارية في مدينة بوترسبيرغ روسيا شدد بوتين على أن موسكو منفتحة للحوار ومناقشت جميع القضايا المتعلقة بعمليات المنشأة النووية قال بوتين كذلك أنه كان هناك تسييس مفرط وخطير لكل ما يتعلق بمشاط نووية أعلنت وزارة الدفاع الروسي شن هجوم مكثف بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة وبدقة ضد المنشآت الأوكرانية وضافت الوزارة أنها أصابت كل الأهداف المحددة في أوكرانيا والتي تشمل منشآت القيادة العسكرية والطاقة مشيرة إلى أنه تم تدمير قاعدتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة دامبرو بيتروفست بالإضافة إلى تدمير خمسة مستودعات للأسلحة بالقرب من ميكو العيف ومن جانبها أعلنت أوكرانيا ارتفاع حصيلة الهجمات الصرفية الروسية إلى 19 شخصاً إضافة إلى إصابة أكثر من مئة آخرين كما كان متوقعاً أتى الرد الروسية على السهداف جسر القرم سريعاً وعنيفاً حيث شنت موسكو عشرات الضربات الصاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف والعديد من المدن والمناطق في مختلف أرجاء البلاد هذه الضربات تشير إلى إمكانية خروج الأمور عن السيطرة ودخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تكاد تكمل شهرها السابع مرحلة جديدة تطيح بقواعد الاشتباك السابقة وتفتح الطريقة أمام هجمات مفتوحة الرد الأمريكي على هذه الضربات الروسية جاء من الرئيس جو بايدن حيث تحدث مع الرئيس الأوكرانية بلودمير زيلينيسكي للأعراب عن تضامن واشنطن مع كييف وبحسب البيت الأبيض فقد أدان الرئيس الأمريكي الضربات الروسية وتعهد بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة كما شدد الرئيس الأمريكي على مشاركته المستمرة مع الحلفاء والشركاء لمواصلة فرض التكاليف على روسيا ومحاسبتها على ما وصف بجرائم الحرب والفضائع في الوقت نفسه تعهد البيت الأبيض بتزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية بينما تقول موسكو أن الدعم العسكري الأمريكي لكييف يؤدي إلى إطالة أمد النزاع ضرب كييف رسالة روسية بأن العودة لخيار إسقاط نظام زيلينيسكي الذي طرح في بداية الهجوم الروسي لا يزال قائما وأن بإمكان موسكو تفعيله متى أرادت لكن سيتحتم عليها تحمل العواقب قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إنه تم إعادة إمدادات الطاقة لمعظم المدن والقرى التي تضررت بعد الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية الحيوية بالأمس وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني إنه لليوم الثاني على التوالي تواصل روسيا هجومها المكثفة على منشآت البنية التحتية للطاقة مشيرا إلى أن ضربات الأمس تسببت بقطع الكهرباء عن 3900 منطقة مأهولة في مدن وقرى وبلدات وأوضح أن إمدادات الطاقة في المناطق الغربية من أوكرانيا قد استقرت وفي منطقة خاركيف أعيدت بالكامل قالت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تهجم حاليا منطقة فينتسا وسط البلاد بطائرات مصيرة لتدمير البنية التحتية الحيوية أفادت الهيئة بأن القوات الأوكرانية قد صدت خمس هجمات في اتجاهات خاركيف وخيرسون كما قصفت مركزا للقيادة تابعا للجيش الروسي وأوضحت الإدارة العسكرية الإقليمية في فينتسا أن روسيا قصفت محطة توليد للكهرباء الحرارية في فينتسا في ضوء متابعة وزارة الخارجية للتطورات السياسية والأمنية المتسارعة والمتلاحقة اتصالا بالأزمة الأوكرانية الروسية وفي إطار الحرص على ضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين فقد صدرت توجيهات وزير الخارجية إلى سفارة مصر في أوكرانيا بضرورة التواصل مع جميع أبناء الجالية المصرية وضرورة حثهم على اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة والإقلال من التحركات غير ضرورية وعدم التواجد في مناطق الخطر أو بالقرب منها هذا وتهيب وزارة الخارجية بأبناء الجالية المصرية بدولة أوكرانيا بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ كفة التدابير اللازمة وتوفير الاحتياجات الضرورية تحسبا لتدهور الأوضاع كما توصي أبناء الجالية بالاستعداد للعودة إلى أرض الوطن حفاظا على سلامتهم وأمنهم توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% للعام الجاري لكنه خفض توقعه لنمو العام المقبل إلى 2.7% مع احتمالية بنسبة 25% أن يهبط هذا النمو إلى ما دون 2% أشر الصندوق في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي إلى توقعه ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8.8% خلال العام الجاري كما خفض التقرير أيضا توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة إلى 2.4% بنهاية العام الجاري ليتراجع إلى 1% وذلك في عام 2023 قال المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يخطط لمناقشة سبول خفض أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة وذلك مع نزرائه في مجموعة القوى الصناعية السابع وضاف في مؤتمر لصناعة الآلات في ألمانيا قال إن المهمة الأساسية يجب أن تكون ضمان تراجع أسعار الوقود الأحفوري من الغاز والنفط والفحم مشيرا إلى أنه لا يمكن القيم بذلك من جانب واحد قال رئيس تنفيذي البنك جي بي مورغان إن الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي قد يتجهان نحو الركود بحلول منتصف العام القادم فيما حذر رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي من تزايد خطر حدوث ركود عالمية نحو الركود يسير الاقتصاد العالمي رغم محاولات البنوك المركزية والحكومات اتخاذ خطوات من شأنها تنشيط الاقتصاد اقتصاد تأثر بشدة من ضربات موجعة بدأت شرارتها من أزمة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي تلتها الأزمات الدولية المتتالية ويتصدرها الأزمة الروسية الأوكرانية بانك جي بي مورجان توقع أن يتاجي اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي نحو الركود في غضون من 6 إلى 9 أشهر البنك رأى أن التضخم الجامح ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير والأزمة الأوكرانية فضلا عن التأثير المجهول لسياسة التسير الكمي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من بين مؤشرات الركود المحتمل تصريحات البنك تأتي في وقت تستعد فيه البنوك الأمريكي الكبرى للإعلان عن أرباح الربع الثالث من العام كان رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ومديرة صندوق النقد الدولي كريستيلينا جورجيفا قد حذر من تزايد خطر حدوث ركود عالمي قائلين أن التضخم لا يزال يمثل مشكلة كبيرة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعلن قرارا بشأن زيادة المزايا بما يتماشى مع التضخم عندما ينشر وزير المالية خططه المالية وتوقعاته الاقتصادية وذلك في 31 أكتوبر الجاري هذا وتتعرض الحكومة لضغوط لكي تأخذ من المشرعين المحافظين وبعض عضاء مجلس الوزراء تعهدات وضمان لحصول بعض الأشخاص الأكثر فقرا واحتياجا على زيادة في المزايا تماشيا مع ارتفع تضخم في خضم أزمة غلاء المعيشة التي تواجه بريطانيا منذ الأزمة الروسية الأوكرانية امتدت طوابير السيارات أمام العديد من محطات الوقود خلال الأيام الماضية في فرنسا هذا وقد تراجع الانتاج الفرنسي المحلي من الوقود بأكثر من 60% مما زاد من التوتري في أنحاء البلاد المزيد في سياق هذا التقرير وضع مربك تواجهه الحكومة الفرنسية بعد أن أدت الإضرابات في مصاف النفط ومنشآت التخزين إلى نقص حاد للوقود في البلاد مما تسبب في موجة كبيرة من السخط الشعبية الإضرابات التي نظمها الاتحاد العام للعمال بمصاف النفط الرئيسية أدت إلى نقص الإمدادات في ثلثي محطات الوقود حيث يطالب المضربون بأجور أعلى لمواجهة التضخم القياسي الذي رفع تكلفة المعيشة في البلاد ومع دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المواطنين إلى الهدوء والتحلي بالمسؤولية من أجل وضع حد للأزمة اتخذت الحكومة الفرنسية قرارا بإطلاق جزء من احتياطات الوقود الإستراتيجية في محاولة للحد من تلك الأزمة إنها حقا كارثة بالنسبة لي لدي طفل من زويل أعاقة لقد كنت على الطريق طوال اليوم لإحضاره إلى مقدم الرعاية الخاصة به أنا في حالة زعر اليوم أرى أن بعد الذهاب إلى خمس محطات وقود كل شيء أصبح خارج الخدمة لذلك أتمنى أن أحصل على فرصة هنا للتزود بالوقود إنه لأمر مزعج للغاية أن تقف في هذه الطوابير الطويلة لمجرد شراء منتج يمثل جزءا من الحياة اليومية هذا يمنع الكثير من الناس عن العمل وعلى مدى نحو أسبوعين من الاحتجاجات العملية والإضرابات تراجع الإنتاج المحلي من الوقود بأكثر من 60% مما زاد من التوتر في أنحاء البلاد مع زيادة طول صفوف المنتظرين للتزود بالوقود ونفادي بعض الإمدادات الأمر الذي سيطال أيضا العديد من المصانع ويزيد من الصخط الشعبي قالت كوريا الجنوبية إنها باتت قادرة على اكتشاف واعتراض الصواريخ الكورية الشمالية وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في مؤتمر صحفي أن نظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري الجنوبي سيمكن سول من اكتشاف استفزازات بيونج يانج واتخاذ إجراءات دفاعية نملك القدرة على اكتشاف واعتراض الصواريخ الكورية الشمالية بواسطة أنزمتنا الدفاعية إن أهم شيء في مراحل الهجوم هو تأمين الاستطلاع والمراقبة نحن نعتقد أن قدراتنا في مجال الاستطلاع والمراقبة قد وصلت إلى مستوى متقدم ومن الواضح أن هناك حاجة لمزيد من تعزيز هذه القدرات تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة اليوم وغدا في شرعية الطلبات الإسكتلندية لتنظيم استفتاء جديد العام المقبل حول الاستقلال من دون موافقة حكومة لندن تسعى حكومة نيكولاس تورجين القومية في أدنبرا إلى تنظيم استفتاء جديد يجيب الناخبون فيه على سؤال عما إذا كانوا يوافقون على أن تكون سكتلندا دولة مستقلة أعادت اليابان فتح حدودها أمام السائحين بعد نحو عامين ونصف من القيود المشددة لمكافحة انتشار بيروس كورونا واعتبارا من اليوم سمحت اليابان بدخول مسافرين من 68 بلدا ومنطقة دون الحاجة إلى تأشيرة كما رفعت الصقف اللي بي كانت قد حددته لعدد القادمين وألغت شرط الدخول ضمن رحلة سياحية محبوزة سلفا نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها البرلمان العراقي يحدد الخميس المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية حدد مجلس النواب العراقي جلسة الخميس المقبل موعدا لانتخاب رئيس للجمهورية ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي أعلن أن جدول أعمال جلسة يوم الخميس الموافق سوف تتكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية جددت الولايات المتحدة التزامها بشركة مع العراق لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وذكرت الخارجيات الأمريكية في بيان بمناسبة مرور عام على الانتخابات العراقية أن الولايات المتحدة تؤكد رفض العنف وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى شق طريق سلمي وشامل للخروج من الأزمة الحالية مشددة على تأييد واشنطن لإجراء حوار واسع وشامل لتشكيل مصر مشترك إلى الأمام أكد وزير الحق والعمر السعودي توفيق بن فوزان الربيعة حرصه على زيارة مصر لبحث وتقديم جميع التسهيلات للمعتمرين المصريين مشيرا إلى إطلاق منصة نسك التي تسهل استخراج التأشيرات للمعتمرين وأضف الوزير السعودي أيضا أن زيارته إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى والتي بدأت منذ السبت الماضي شهدت العديد من اللقاءات مع مسؤولين مصريين لبحث سبل تعزيز تعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات ومناقشة أفق تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين خاصة بعد رقمنة جميع الخدمات والبرامج وتقديمها إلكترونيا من خلال منصة نسك الهدف من الزيارة حقيقة هو توضيح الإجراءات السهلة الآن التي تمت للوصول المعتمرين وكذلك التعريف منصة نسك الجريدة التي تتيح لأي شخص الدخول عليها والحصول على باقة العمرة والخدمات ما فيها السكن والنقل إلكترونيا بإجراءات سهلة وبتكاليف منخفضة كذلك التباحث على أي تحديات ممكن أن نساهم فيها لتسهيل وصول المعتمرين والحجاج من مصر إلى المملكة العربية السعودية وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة بشأن دمج المتطلبات البيئية والمناخ وذلك ضمن أنشطة مؤسسة حياة كريمة بالتزامن مع اقتراب قمة المناخ كوب 27 يهدف هذا البروتوكول إلى دمج مفاهيم التغير المناخي والبيئي ضمن أنشطة مؤسسة حياة كريمة ورفع الوعي وتدريب البيئي ونشر ثقافة البيئية بروتوكول مهم جدا 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 لأنه بيأتي في إطار تعزيز الشراكة مع مبادرة حياة كريمة وبين جهاز الشيون البيئة وجهاز المخلفات التابعين لوزارة البيئة وبنركز فيه في التعاون ده على حاجات مهمة جدا جدا لها علاقة بالتشجير لها علاقة بإدارة المخلفات لا علاقة بإنتاج للغاز الحيوي في المناطق الريفية من المخلفات زي رواص بهاية أم وغيرها فطبعا ده بيساعد على التنمية الريفية بيعزز تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة بنصل فيها لأماكن كتيرة جدا على مستوى الجمهورية محاور العمل الخاصة بالبروتوكول بتتطلب أن نرفع الوعي البيئي لدى أهالي القرى في محافظات حياة كريمة على مستوى عملها وإحنا عملنا تفعيلا لقبل ما نحن نمضي البروتوكول عملنا بالفعل ندوات توعوية بدأنا التعاون فعليا ونزلنا في أربع محافظات في إطار هذا البروتوكول بجانب أن نحن نشتغل في تركيب وحدات البيو جاز بالتعاون مع الوزارة وبجانب طبعا حملات التشجير لحماية البيئة طبعا وحماية المحافظات والقرى وأهالينا الأكثر احتياجا في القرى حياة كريمة تعقد مؤسسة حياة كريمة خلال الفترة راهنة عددا من الندوات التثقيفية والتوعوية ومنها جامعة الإسكندرية لتعريف الشباب بالجامعات المصرية بجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحثهم على التطوع وأهميته بالنسبة للمجتمع والأفراد ومن المقرر أن تستمر الندوات حتى 16 من أكتوبر الجاري إذا عقدت المبادرة الرئاسية حياة كريمة ندوتها في جامعة السويس الفكرة بدأت من ثلاث سنوات بإطلاق مبادرة السيد الرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة واللي أصبحت مشروع قومي على مستوى الجمهورية الحقيقة جامعة الإسكندرية فيها قطاعات كثير جدا بتشارك في حياة كريمة من ضمنها القطاع الطبي عن طريق قوافل الطبية نحن نعمل قوافل طبية على مدار العام تقريبا كل شهر فيه قوافلة طبية لإحدى المناطق النائية حوالين إسكندرية النهاردة طبعا المشاركة والعدد الكبير اللي حاضر ده بيعكس مدى وعي الشباب واقتناعهم بالمبادرة الرئيسية حياة كريمة لأن فعلا هم لما سمعوا النهاردة من المسؤولة على المبادرة فعلا معلومات جديدة ظهر جدا حجم الجهد ظهر جدا أن كل قطاعات المجتمع المصري وكل وزاراته بتشارك لأنه زي ما فخامت الرئيس أطلق المبادرة هي مشروع قومي نحن موجودين عشان بنعرفهم بكم الإنجازات اللي تعملت في مبادرة حياة كريمة وأيضا اللي عملتها مؤسسة حياة كريمة وكم التحديات اللي وجهتنا خلال الفترة اللي فاتت قوله لسه بتواجهنا والحمد لله لنا تغلب عليها جميعا إحنا شغالين في حياة كريمة من 2019 بالزبط بنعمل شغلة على مستوى الأرض بنجمع الحالات وبنشوف القرى اللي محتاجة وبنحاول نوصل للناس على الأرض مش بس مجرد أرقام بالجنة من جهات مسؤولة ولكن بنحاول نحن نوصل لكل المواطنين على مستوى الأرض اللي فعلا محتاجين مساعدة لما عرفت في مبادرة حياة كريمة حبيتها شارك فيها أن أنا نضيف حاجة من اللي أنا عرفها فيها وبصراحة مؤسسة كبيرة جدا شاركنا في مبادرة وصلة الخير وشاركنا في التعليم وشاركنا في بناء بيوت وشاركنا في مبادرة إبدأ والمؤسسة بتشارك في حاجات كثيرة جدا بتفيد البلد وتفيد الناس نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة عن نشاطها وجهود متطوعيها بمحافظة الإسماعيلية تضمنت الندوة استعرض أهم إنجازات المبادرة بالمحافظة كما تم توزيع استمرات عضوية للمشاركة التطوعية بالمبادرة على طلاب الجامعة قال منصق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية إن الندوة تهدف إلى نشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة جايين النهاردة نعرف زمايننا وإخواتنا الطلاب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وأهدافها والمعوقات اللي قبلتها جايين نقول لهم إن حياة كريمة موجودة في عشر المحافظة في مية خمسة وسبعين مركز في أربعة تلاف خمسمائة تمانية وستين قرية بتكلفة تجاوز تمنمية مليار جنيه جايين نقول لهم إن إحنا حياة كريمة بتقدم قيمة مضافة ووسط أحداث عالمية متنحرة ما بين عسكرية وبيئية ومراضية واقتصادية بينح عليها العالم اليوم ورغم كده حبلاتنا مكملة ووقفة وصندف الملف بتاعها ملف حياة كريمة تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لضبط العناصر الإجرامية الضالعة في الإتجار وترويج المواد المخدرة هذا وقد تمكنت الوزارة من ضبط عدد من القضايا بعدد من المحافظات حرب شريسة تخوضها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار وجلب وتهريب المواد المخدرة حيث تستمر المواجهات الحاسمة لضبط العناصر الإجرامية الضالعة في هذه الأنشطة فوزارة الداخلية تشن حملات مكبرة على مستوى جميع المحافظات نتائجها تساقط تلقى العناصر وإحباط محاولات الجلب والتهريب فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنصق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومدرية أمن السويس نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة من شرق لغرب قناة السويس وتمكنت من استهدافه وضبطه وبحوزاته 15 ألف طربة لمخدر الحشيش تازن طن ونصف و780 لفافة لمخدر البانغو تازن طنين و200 كيلو جرام من مخدر الهايدرو وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 112 مليون جنيها لم تقتصر النجاحات الأمنية في مكافحة المواد المخدرة ومحاولة إغراق البلاد بها عند هذا الحد فقد استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية بالجيزة تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وتمكنت وبالتنصق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبطه بمسكنه وبحوزة ألفان ومائة طربة لمخدر الحشيش تزن مائتين وعشرة كيلو جرامات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 14 مليون وسبعمائة ألف جنيها واستمرار لتلك النجاحات فقد وجهت الإدارة حملات أمنية مكبرة بالاشتراك مع قطاعات الأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومدريات أمن القليوبية والإسكندرية والإسماعيلية ومطروحة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلب وترويج المواد المخدرة وأصفرت تلك الحملات عن ضبط 21 عنصرا إجراميا بنطاق المحافظات القليوبية والإسكندرية والإسماعيلية ومطروحة تخصصوا في الإدارة وترويج المواد المخدرة وبحوزات أكثر من 810 طراب لمخدر الحشيش و85 كيلو جرام لمخدر الهايدرو و15 كيلو جرام لمخدر الهيروين وكمية تزن أكثر من كيلو جرام من مخدر الآيس وأكثر من 3000 كرس مخدر وكميات من مخدري الأفيون والكوكاين وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 12 مليون و700 ألف جنيه ومع استمرار المواجهات الحاسمة التي تخوضها أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية الضالعة في الإتجار وترويج المواد المخدرة وجهت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وبمشاركة قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومدرية أمن أسيوت حملة مكبرة لاستهداف عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة بأسيوت وتمكنت من ضبط عدد منهم وبحوزات كمية من مخدر الشاب تزن قرابة 3 كيلو جرامات وأربع بنادق آلية وطلقات نارية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه ومع تواصل الجهود الأمنية لتجفيف منابع المخدرات بهدف حماية الشباب من الوقوع فريسة للإدمان فقد وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عدة حملات أمنية مكبرة بمحيط المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لاستهداف مرويج المواد المخدرة من من يستغلون التجمعات الطلابية والشبابية لترويج سمومهم القاتلة ونجحت هذه الحملات في ضبط خمس وثمانين قاضية متنوعة بلغ عدد المتهمين فيها خمسة وتسعين متهماً بحوزتهم خمسة وأربعون كيلو جرام من مخدر البانغو وقرابة سبعة عشر كيلو جرام من مخدر الحشيش ونحو تسعة كيلو جرامات من مخدر الهيروين وأربعة كيلو جرامات من مخدر الاستروكس وأكثر من كيلو جرام من مخدري الآيس والكوكايين وأكثر من خمسة آلاف كرس مخدر ونحو سلاسة آلاف كرس وأنبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بسلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيها وقد لقت هذه الحملات إشادة كبيرة من المواطنين لدورها في الحفاظ على الشباب والمجتمع من أضرار وتداعيات المواد المخدرة كما أنها تؤكد على اليقظة والجاهزية والاحترافية الكبيرة للأجهزة الأمنية في مكافحتها للمواد المخدرة والحفاظ على البلاد من آثار تلك السموم القاتلة تشهد الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ كوب 27 المقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ فعاليات مهمة يتم تنفيذها على أرض الواقع من بينها مبادرة للتخلص من الأكياس البلاستيك المزيدة في سيق التقرير التالي ضمن استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبل قيمة المناخ كوب 27 تعونت محافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تدشين مبادرة هدفها التخلص من الأكياس البلاستيك حيث انتشرت أكشاك توعوية بخطورة هذه المواد الحاملة اللي احنا بنعملها احنا بصدد أعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضرة فالمفروض ان هي ما يكونش فيها اي نوع من التلوث مدينة خضرة يعني مدينة صديقة للبيئة يكون الانبعثات فيها أقل النافيات فيها أقل المساحات الخضرة فيها أكتر فاحنا شغالين على كل ده أول حاجة بنتعامل معاها الأكياس البلاستيكية احنا بنحاول نساعد فيه قرار من المحافظ بمنع الأكياس البلاستيكية وده له خطورتها على كائنات الحية عموما ففيه بنشجع المواطنين على استبدالها وبنوفر لهم البدائل فيه مراكز توزيع تلت مراكز توزيع موجودين في المدينة على المواطنين الأكياس البلاستيك كل يوم بلايها مسكة في الشعب المرجانية بلايها أسماك بتأكلها الأسماك دي طبعاً إحنا مثلاً ممكن بناكلها فيها بتبقى جوه الأسماك جزئيات بتاعتها بتبقى جوه السمك فيه مثلاً السلاحف بتفتكر البلاستيك ده زي جيلي فش ما بتأكله فم يتموت الشعب المرجانية برضو بتقفل عليها ما بتعفش تنفس الأسماك نفس الحكاية أنا كل يوم في البحر فهم الواجهة من الشجل دي المركب برضو نفس الحكاية بتلاقي البلاستيك والكوبات بتطير من المركب مع الهواء فكل ده خطر على البيئة تستهدف المبادرة التي تنتشر في عدة مناطق بمدينة شرم الشيخ إلغاء الأكياس البلاستيك في المدينة الخضراء حيث ينتشر عدد من الشباب المتطوعين في المحال والبزارات للتعريف بخطورة استخدام هذه الأكياس البلاستيكية الحملة دي ضد الأكياس البلاستيك عشان هي بتاخد مئات سنين عشان تتحلل فإحنا بنبدلة بكياس وماش وبنحاول نوعي الناس إنه هو الكياس البلاستيك مدرة بالبيئة وما بتتحللش غير بعض المعادة السنين وبتسيب جزيئات بتاكل منها الطيور والحيوانات والأسماك وبالتالي الحاجات دي هتطلع وإحنا بناكلها إما بتموت إما إحنا بناكلها فساعتها دي بيتأثر على سلسلة الغذاء بتاعت الإنسان. دخلنا على المحلات محل محل بنعرفهم الحملة بتاعتنا يعني إيه النظام بتاعه بنقولهم بالشلونة القماش وبنقولهم يجيبوا مكان منين وبنقولهم على المميزات اللي في الشنطة اللي هو فيه منها أحيان مختلفة مأسات مختلفة أسعار منها على حسب الماتيري اللي هتناسب الشخص اللي يشتري الشنطة وهو يختار الماتيري اللي هو عايزه. أنا النهاردة كدوري إن أنا كنت لازم أروح كل محل أديره نصايح على المؤتمر أديره كل حاجة طبعا مؤتمر وأقوله إن لازم ياخد لازم ياخد أكياس وراء باديل الأكياس البلاستيك هي حقائب القماش إذ تتميز بالاستدامة ويمكن أن تستخدم في أكثر من غرض وبالتالي استبدالها بهذه المواد الخطرة أصبح ضرورة لاكتمال صورة مدينة شرم الشيخ المدينة الصديقة للبيئة أحمد الحسيني التلفزيون المصري نتوقف الآن مع الخبر الأبرز في نشرتنا أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر وقد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس هذا نوم وخلال اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني ورئيس شركات الصيانة بمصر للطيران وجه الرئيس السيسي بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له ليتكمل مع عملية التنمية الشاملة في كفة القطاعات بالدولة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد تدرس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وسكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمة الطبية في مصر وفي ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة في إطار 100 مليون صحة والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المصريين في المقام الأول وفق أعلى المعايير العالمية خاصة مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحارقة ووصولا إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات كما ثمن السيد الرئيس دور منظمة الصحة العالمية والجهود التي قام بها السيد أدهانوم خلال جائحة كورونا خاصة ما يتعلق بتوفير اللقاحات من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بالجهود الوطنية المصرية في مجال الرعاية الصحية خاصة المبادرات الرئاسية المختلفة تحت مظلة 100 مليون صحة والتي ساهمت بشكل لافت في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين لسيما من خلال مكافحة الالتهاب الكابدي الفيروسي سي فضلا عن مختلف المبادرات المتنوعة الأخرى مثل مبادرات إنهاء قوائم انتظر مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحارقة ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية والمبادرات الخاصة بصحة الأطفال ومؤكدا اهتمام منظمة الصحة العالمية بتعزيز التعاون مع مصر في هذا الإطار بما يمكن من الاستفادة من التجربة المصرية باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على الصعيد الدولي وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز مختلف جهود الدولة التي تم إطلاقها لدعم الصحة العامة في مصر لسيما المبادرات الرئاسية ذات الصلاة إلى جانب دعم منظومة التأمين الصحي الشامل حيث أكد السيد الرئيس أن الدولة مستمرة في تعميم هذه المنظومة لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية وبما يساهم في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030 كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء يحيى زكريا إسماعيل رئيس شركة الصيانة بمصر للطيران المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماعات تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات بالدولة من خلال اعتماد نهج للتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما في ذلك الموقع الاستراتيجي لمصر كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الجارية لتطوير مطاري شرم الشيخ وسانت كاترين بمختلف مكوناتهما خاصة المرافق الرئيسية وممرات الطائرات وذلك استعدادا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية للمناخ نوفمبر المقبل بشرم الشيخ وقد عرض الفريق محمد عباس حلمي في هذا الصدد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني كذلك الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية تنفيذها خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستعابية فضلا عن تطوير وتحديث أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية كذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع ونتحول الآن في نشرة السادسة إلى أهم ينباء الاقتصاد مع مصطفى ميزار شكرا دين فكري وشكرا ريهام الدين أهلا بكم شاهدين الكرام في جولة جديدة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير الوكالة الدولية للطاقة بشأن ضرورة تكثيف التعاون الدولي لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وقام المركز برصد ومتابعة تقرير وكالة فيتش بشأن أهمية قضايا الطاقة في سلم أولويات الشراكة ما بين الشرق الأوسط والاعتحاد الأوروبي كما صلت التقرير الضوء على العديد من المشروعات التي تنفذها مصر وتشرع في تنفيذها في مجال الهيدروجين الأخطر أكد وزير البترول والثورة المعدنية طرق الملة أن توجه الشركات الكويتية لتعزيز التعاون مع قطاع البترول يلقى دعماً وترحيباً كبيراً في إطار بناء شركات اقتصادية قوية وزيادة النجاحات المشتركة وجاء ذلك خلال استقبال الملة لسفير الكويت بالقاهرة غانم سقرة غانم سقر الغانم ومدير الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية في مصر محمد السرحال وخلال اللقاء تم بحث موقف أنشطة الشركة واستثماراتها في حقول إنتاج البترول والغاز بخليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط وسبل تدعيمها خلال الفترة القادمة إلى سوق المال حيث أنت البورصة المصرية تعاملت على تراجع جماعي للمؤشرات وتراجع فيها رأس المال السوقي بـ 4.7 مليار جنيه ليغلق عنده مستوى 687.6 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX30 عنده مستوى 9.948 نقطة لينخفض بنسبة 82 من 100% ويغلق عنده مستوى 9.867 نقطة كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة المتوسطة EGX70 عنده مستوى 2185 نقطة ليغلق منخفضاً بنسبة 41 من 100% وذلك عنده مستوى 2153 نقطة وفتح مؤشر EGX100 عنده مستوى 3123 نقطة لينخفض بنسبة 31 من 10% ويغلق عنده مستوى 3083 نقطة أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض مع تأثر المعنويات سلباً بالقلق من الارتفاع السريع في أسعار الفائدة وتصعيد الحرب في أوكرانيا وانخفاض أسعار النفط وهبط مؤشر أبو ظبي بنسبة 8 من 10% كما تخلى مؤشر دبي القياسي عن مكاسيبي في التعاملات المبكرة ليغلق منخفضاً بـ 6 من 10% وتراجع المؤشر القياسي السعودي 1 من 10% كما تخفض المؤشر في قطر بنسبة 1 و 2 من 10% وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال نعود للمتابعة والختام مع ريهام الديب ودينا فكري شكراً مصطفى والآن مشاهدين في ختام هذه النشرة نذكركم بأهم ما جاء بها من أنباء الرئيس السيسي يستقبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم والأخير يشيد بالجهود المصرية في مجال الرعاية الصحية الرئيس السيسي يواجه بتعزيز الجهود للمهوض بقطاع الطيران المدني ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة قطاعات الدولة أمين حلف الناتو يرحب بتقديم أسلحة حديثة إلى أوكرانيا ويصف الدربات الروسية الكثيفة على أوكرانيا بأنها دليل ضعف وصلنا إلى ختام نشرة السادسة تحية لكم وإلى اللقاء